سوال، الآن تختار هاذي ولا تختار جميع الموجود على الطاولة؟ أيوه، أبغى أسبع عجوبتكم كلكم حتى أنت يا الأب وأنت يا الأم، ما تختارون لعيالكم؟ أكيد الجميع رح يختار كل الموجود على الطاولة هذا نفس نظام اللي يصلي في المسجد وللي يصلي منفرد في البيت اللي يصلي في المسجد يحصل مو على هذا بس يحصل على أضعاف هذا واللي يصلي في البيت منفرد الحالة ياخذ الشيء البسيط انت اختر لنفسي شف يا عبدالله الحديد أقوى شيء لا النار ذوي بالحديد يعني النار أقوى شيء لا الموية يطفيها النار إذن الموية أقوى شيء بس الشمس تبخر الموية يعني الشمس أقوى شيء شفت السحاب يغطي الشمس إذن السحاب أقوى شيء بس تدري أن الرياح حرك السحاب يعني الرياح أقوى شيء لا الرياح ما يمضيها تحرق جبل إذن الجبل أقوى شيء بس الحديد يكسر الجبل يعني الحديد أقوى شيء وأقوى من الحديد الإنسان لأن الإنسان يذيب الحديد وأقوى من الإنسان النوم أي إنسان يجيها النوم على طول يجيبه في الأرض وأقوى من النوم الهم إذا جاك الهم ما تقدر تنام وأقوى من الهم الصلاة في المسجد لأن الصلاة تزيل الهم والغم اللي صلي في المسجد مع الجماعة كانه أخذ مثل هذه واللي صلى في البيت بالحاله كانه أخذ مثل هذه بسم الله احنا كل ما نضيف صلاة إلى هذا الجسد ايش اللي حيحصل؟ نشوف كيف تأثير الصلاة على الجسم ما زال عندنا تلوث كل ما نصلي معناه احنا سنشعر بالنظافة ويشكر ان شاء الله قلوبنا نظيفة واضح؟ احنا نقصد من هذا الكلام انه احنا نحتاج إلى أن نركز فيه أو نخشع فيه صلاتنا حتى نحقق نتيجة بدل ما كان متجه للطين اتجه إلى رب العالمين